إن كنت من الأشخاص الذين يحاولون الادخار من مرتبهم الشهري من أجل خطط مستقبلية أو للحالات الطارئة لكن لا تعلم من أين البداية فإن هذا الفيديو سيكون دليلك في كل ما يخص طرق التوفير من الراتب الشهري أهلا بكم في قناة مشتريات الادخار من الأمور التي لا يتقنها الكثيرون خاصة مع زيادة منتجات رفاهية من حولنا في كل مكان يمكنك أن توفر لذا فإن الخطوات الأولى التي يجب اتباعها قبل البدء في التوفير هي تسجيل مصرفاتك خلال الشهر قبل وضع خطة واتباعها يجب عليك مراقبة مصرفاتك عن طريق تسجيل كل ما تصرفه خلال الشهر لمعرفة استهلاكك الحقيقية ومن ثم القيام بترشيدها دوين مصرفاتك اليومية سواء بالكتابة أو باستخدام تطبيقات الجوال المخصصة في نهاية كل يوم مهما كانت تلك المصرفات قليلة قسم المصرفات الشهرية إلى قسمين قسم تابت وقسم متغير القسم التابت يتكون من المصرفات الأساسية كالفواتير المنتظمة ومستلزمات المنزل الأساسية أما بالنسبة للقسم المتغير فيشمل مصرفات الترفيه وهو القسم الذي ستعمل على التحكم فيها الخطوة الثانية هي تحديد ميزانية مصرفات شهرية تابتة استخدم المضاري في تقسيم الراتب ضع المبالغ المخصصة للمصرفات التابتة في أدروف ودوين على كل ضرف الغرض منها وخصص مضروفا لتضع فيه نسبة عشر إلى خمسة عشر بالمئة من المبلغ المتبقي من الراتب بعد اقتطاع المصرفات التابتة الخطوة الثالثة هي التحكم في الجزء المتبقي من الراتب عند اتباع هذه الخطوة لا تقس على نفسك إذ أنه لا مانع من الإنفاق على بعض الرفاهيات عند اتباع الميزانية بشكل جيد لكنك تحتاج لتدريب نفسك أن تفكر بشكل عقلاني عندما يأتي الأمر للرفاهيات إليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها تناول الطعام المنزلي بدلا من الأطعم السريعة أو الذهاب إلى المطاعم ستندهج من المبلغ الذي ستوفرها اتبع نظام حياة صحية قلل من تناول الحلويات والمشروبات غير الصحية سيكون ذلك مفيدا لصحتك ومحفظتك أيضا إلغي الشراكات المنصات الإلكترونية التي لا تستخدمها وحاول البحث عن بداء المجانية الخطوة الرابعة والأخيرة هي أن تحاول التقليل من المبالغ المدفوعة شهريا للفواتير التابتة من الممكن التحكم في القسم التابت المنفق شهريا عن طريق تقليل استهلاك الطاقة وبالتالي تقليل المبلغ الذي ستدفعه لفواتير الطاقة من كهرباء، ماء وغاز على سبيل المثال إليك بعض النصائح لتوفير استهلاك الكهرباء اعتمد على إضاءة الشمس بالنهار افصل مورد الطاقة عند الانتهاء من استخدام الأجهزة الكهربائية اشتري أجهزة كهربائية تعمل بأقل قدر من الطاقة قلل استخدام المكيف أو المدفأ كما أنه من الممكن تقليل المبلغ الذي ستدفعه لفواتير الانترنت والهاتف وغيرها بالبحث عن أفضل العروض التي تقدمها الشركات المنافسة في النهاية، هل لديك نصائح أخرى يمكن اتباعها؟ وما هي أكثر طريقة ادخار مناسبة لك؟ اترك لنا تعليقا ولا تنسى دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إلى اللقاء